ونستهل أخبارنا عين ورية ثرى ظهر اليوم الخميس بمربع الشهداء بمقبرة العالية بجزايا العاصمة جثمان رئيس الدولة السابق ورئيس مجلس الأمة سابقا عبدالقادر بن صالح والذي وفته ألمانية أمس الأربع العمر النهزة الثمانين سنة بحضور رئيس الجمهورية سيد عمجي التبون وقد حضر مراسم الجنازة إلى جانب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والوزير الأول وزير المالية أيمان بن عبد الرحمن ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنغريحة وأعضاء من الحكومة كما حضر الجنازة كبار المسؤولين في الدولة وشخصية وطنية ومجاهدين لجانب ممثلية السلك الديبلوماسية المعتمد في الجزائر وكذا أفراد من عائلة الفقيد إن لله وإن إليه راجع إذن نذكر مشاهدين ناورية أثر ظهر اليوم الخميس بمربع الشهداء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة جثمان رئيس الدولة السابق ورئيس مجلس الأمة سابقا عبد القادر بن صالح والذي وفته المانية أمس الأربعان عمر النهزة الثمانين سنة بحضور رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وقد حضر مرسم الجنازة إلى جانب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنغريحة وأعظام الحكومة كما حضر الجنازة كبار المسؤولين في الدولة وشخصية وطنية ومجاهدين لجانب مثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر وكذا أفراد من عائلة الفقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة 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 ممن نالوا شرف الشهادة من أجل أن تحيي الجزائر حرة مستقلة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إذن كما تبعتم هذه الكلمة تأبينيا لوزير المجاهدين عاقبة جنازة الفقيد رئيس الدولة سبق ورئيس مجلس الأمة سابقا عبدالقادر بن صالح والذي ورية أثر ظهر اليوم كما تبعتم بمربع الشهداء بمقبرة العالية وحضر مراسم الجنازة كل من رئيس الجمهورية سيدة مجيد تبون وأيضا رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبدالرحمن ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنغريحة وعضاء من الحكومة إذن كما تابعتم أيضا حضر الجنازة كبار المسؤولين في الدولة وشخصية وطنية ومجهدين إلى جانب مثلية السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر وكذا أفراد من عائلة الفقيد إن لله وإنا إليه رجعون